وصلت وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي حيث تمكنت الوزارة خلال 24 ساعة من ضبط 509 قضايا تمونية بمضبطات بلغت 145 طن مواد غزائية وغير غزائية في مجال حجب السلع الاستراتيجية والاستيلاء على السلع المدعومة تم ضبط 94 طن وفي مجال عدم الاعلان على الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي تم ضبط 46 طن وفي مجال قضايا المخابز تم ضبط 727 قضية من بينها 130 قضية خبز ناقص الوزن و108 قضايا خبز غير مطابق للمعصفات